بسم الله والصلاة على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم من جديد في القناة عالم ظهرة للازهار اليوم راح نتحدث عن الجيران اليوم كما راكم نتشوفوا هادي الشتلات الصغيرة طبعا اه حديثي عن الفيديو اللي درست سرعت بالفيديو نزوله عند رغبة احد المتتبعات اللي طلبت مني اني نتحدث عن الجيرانيوم وكيف نعتاني به طبعا اول شيء هو اني نوجر التربة انا ديامت عندي تربة رملية انا نخلطها مع البيتموس اه ونحط شوية سماد عضوي لانه الجيرانيوم محب جدا لسماد العضوي نحطه سماد عضوي طبعا مخمر هنا نشوفه الجذور طريقة تقليب يعني النبات من من الكاس هذا نحطه اصابعنا ونقلبه النبات نلاحظ بالنسبة للجذور هنا الجذور متشبعة شوية بالماء يعني تقريبا هنا اه قريبا خسرت يعني النبات لانه شرب الماء كثير من نبات جيرانيوم من نباتات لي ما تحب الماء بكثرة يعني تحب الماء بقليل والله نحاوله نديره طريقة وهي انه نخلي سقوب كبيرة في القصص والسقوب تكون واضحة هكا باش يسترب الماء الزائل عن حاشو وما يحتفظ به حتى ما نخسر النبات هنا نحط النبات يعني ونقوم بملء بقية اه التربة نحاول اني نغطي كامل تلك التربة انتع اللي كان فيها النبات من اه في السابق طبعا ما فتتها انا يا خليتها هي التربة هي هي خلي يواصل نموه مع اه التربة الاخرى طبعا النبات نعرفه باللي عنده احتياجات وهنا لازم اه نوفره له هاد الاحتياجات من خلال يعني نكي نغيره له التربة ولا نقبله له الاصيس ما ننسى هاد العملية وهي اني نضغط جيدا اه باش نخرج الهواء كامل او نجنب يكون هواء في اه الاصيس نعاود نعاود نفس التاريقة مع النبات الاخر يعني في الاسس الاخر هكا بيزيدوا تستفيدوا انتوما اكثر اه وتشوفوا التاريقة اكثر دايما حطوا اصابعنا ونحو النبات من النبات هادا هو الاشياء اللي يحتاج يعني اللي اه ضروا قبل للضروا يعني بالنسبة للبرد ان البرد الشديد باينة رح يأثر على هاد النبات وحتى تشوفوا انه يولوا الحواف انتوعوا بالشكل باللون الاحمر يعني ان البرد الشديد ما يقدير تحمله النبات لازم يكون هو يحب الجو المعتدي ولكنه في البرد اصبر من عنه في الصيف الصيف الماء الساخن يأثر ليه على جذوره وايضا الهواء الساخن رح يأثر عليه بشكل كبير لانه كثير ما نسمع انه يفقد النبات في فصل الصيف يعني هو الجو المعتدل هو الاحسن له ونبعدوه عن التيارات الهوائية هو نبات محب للتسميد العضوي اكثر من التسميد الثاني يعني الاسطناعي هداك بتاع المواد اللي نشروها من المحلات طبعا انا في الجنوب الجزائرية النبات ما عدنا بكثرة عدنا الخبيز في البستين يعني متوفر بشكل كبير جدا وبكثرة ويممو بشكل عادي هو يشبه ليه ومن فاصيلته ولكن هذا النبات هو عدنا بشكل قليل جدا ومرنا بتجارب انه جبناه وغرس وزرعناه ولكن ما طول يعني باش مقولوا عاش معنا سنة كاملة ما انا ما زال ما احصل للشرف انه كان عندي سنة سن كاملة يعني اه ما تولي طبعا واني نستفيد من التجارب انتاع موت كل نبات خلف كل نبات يموت لي انا نستفيد تجربة ونتجنبها مع النبات الاخر نتمنى انه يكون اعجبكم الفيديو استفدتم منه استفدتم منه من المعلومات اللي فيه نتمنى ليكم والطيوركم والنباتاتكم الصحة والعافية نلتقي معكم في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتقاتβال انتقّب Age اعجب ورحمة انتوقع انتقاب انتكم انتقاب